أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن حاجتها هي وشركائها إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار لدعم النازحين من السودان حتى أكتوبر المقبل حيث سيغطي هذا التمويل بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان وأضفت المفوضية أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريك بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة من منظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجماعات المجتمع المدني